ترجمة نانسي قنقر والمجاهدين فضلا عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة وإننا نتطلع وكل نثقة بأن هذا الحدث الاقتصادي الهم الذي يأتي في سياق جديد استكملت فيه الجزائر جل إصلاحاتها المرتبطة بمناخ الاستثمار سيشكل وثبة حقيقية في مصار الشراكة الجزائرية التونسية ستحظى توصيات هذه الدورة بمتابعة خاصة من الجزائر وتونس وسنحرص على الالتزام بعقد مختلف الاجتماعات الفنية والقطاعية واجتماعات فرق العمل وفقا للمواعيد المنصوص عليها بمحذر الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر